نروح معاكم لخبر آخر وطول الوقت احنا بنتكلم أو بنسمع أنه المواطن العربي هو أقل مواطن في العالم في القراءة أو نواب يقرأ كتب أو نسبة يعني تردده على المكاتب اتفاجئنا الحقيقة اتفاجئنا بتقرير ومهم جدا جدا أصدرته مؤسسة اسمها مؤسسة الـ NOP المؤسسة دي بتدي تقارير دولية بتقول أن المعطيات دي تغيرت في آخر عشر سنين وأن الدول العربية بدأت أن هي تبقى في مقدمة الدول اللي بتقرأ وكانت المفاجئة الحقيقة أنه مصر وصلت للمرتبة الخمسة من دول العالم على مستوى الدول اللي بتقرأ وده طبعا كان يعني تقرير مهم جدا جدا بيورينا أنه احنا ماشيين في طريق صحيح عارفين أن مواقع التواصل الاجتماعي برضو زي ما كنا بنتكلم سهلت الموضوع أكتر ولكن كان ناس كتير متخيلة أن الدول النامية دي دول بعيدة كل البعد عن فكرة القراءة أو أن هي مش بتميل للقراءة اتفاجئنا الحقيقة من الترتيب ده طبعا دي حاجة مفرحة جدا أيضا كمان المملكة العربية السعودية كانت فيه الترتيب 11 على مستوى العالم تعالوا نعرف تفاصيل أكتر ونشوف إحنا إزاي في فضل الظروف اللي إحنا بنمر بيها دي وصلنا للمرتبة دي طيب إحنا كان المفروض هنضم لنا معالي استفير عبد الرقوف الريدي وحنحاول نتواصل معايا مرة أخرى طيب